طالما استمرت هذه الحرب الوحشية التي لا مباررة لها فلا يحق لأي سفينة نفط روسية دخول موانئ أي دولة ديمقراطية ما هو سبب مواصلة التعامل مع روسيا حتى تواصل تحريك عجلة اقتصادها لتمويل حربها لتكسب مزيدا من الصواريخ والقنابل لن تقف روسيا عند تدمير ماريو بول فقط ستواصل تدمير أوديسا ومدن أوكرانية أخرى نحن في حاجة لمزيد من الأسلحة لإجبار القوات الروسية على مغادرة بلدنا وخاصة منظومات دفاع صاروخية مضادة للطائرات ومدفعية وذخائر وعربات مصفحة كلما حصلت أوكرانيا على هذه المساعدات ببكرا زاد عدد الأرواح التي نستطيع إنقاذها